اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في سفر الاعمال الاصحاح اربعة انه وبقوة عظيمة كان الرسل يؤدون الشهادة بقيامة الرب يسوع ونعمة عظيمة كانت على جميعهم في حلقات فاتة تتكلمنا بامور مختلفة عن قوة الله المتاحة لنا لكن اذكركم في الحلقة السابقة كنا بنتكلم على مقدار هذه القوة المتاحة لنا احنا المؤمنين اللي بيخافوا الرب قوة عظيمة جدا موجودة في السلطان ابن الله الحي اللي قام من بين الاموات واللي قال دفع الي كل سلطان في السماء وعلى الارض فاذهبوا وتلمذوا جميع الامم الرب اعطانا مهمة ان احنا نخرج علشان نتلمس ونعلم الامم ونوصيهم بجميع ما اوصى به الرب يسوع بجميع ما اوصى به الرب يسوع نخبر به الامم وهو قال ان انا بقوتي حاكون معاكم وهانا معكم كل الايام والى انقضاء الظهر المهمة اللي احنا خارجين علشان نصنحها واللي احنا عايشين لاجلها مهمة تحتاج الى قوة خاصة جدا تحتاج الى السلطان ان يتمم الامر الشاق والصعب اللي موجود قدامنا لكن الهنا لا يعصر عليه امر النهاردة عايز اكمل مع حضراتكم اللي بيتابع معايا الحلقات انه الله عنده قوة وعنده سلطان وعايز يعطيه لنا علشان نستخدمه لكن زي ما قلت في حلقة سابقة انه في أفاسوس ثلاثة كلمة الله بتقول ان الرسول بوليس وهو بيقول انه أفاسوس ثلاثة وعشرين القادر ان يفعل فوق كل شيء اكثر جدا مما نطلب او نفتكر لكن بيحط هنا شرط مهم جدا بقول بحسب القوة التي تعمل فينا قوة الله اللي موجودة في حياتنا مش قوة مطلقة قوة الله محدودة او محددة بمقدار امور معينة ومتطلبات مفروض تكون في حياتنا اللي بيها الله يثق يوم بعد يوم انه يمنحنا هذه القوة والسلطان للاستخدام في ملكوته عندي سؤال بطرحه امام حضراتكم وحدي لك وقت انك تفكر فيه السؤال بيقول هل الله يأتمن على استخدام قوته ومصادر قوته هل الله بيستأمني ويستأمنك على ان احنا نستخدم قوته وسلطانه فكر لحظة ودقيقة الجواب ايو انت صح وهي صح الجواب نعم والجواب لا وهقولك نعم ليه وهقولك لا ليه نعم الله عايز يستأمنها لان ده غرضه مش هنقدر نتمم المأمورية العظمى مش هنقدر ان احنا نجمع الحصاد غير لما يكون لدينا قوة الله وقوة عمل روحه في حياتنا ولأجل هذا الغرض الله أرسلنا لكن الواقع بيقول انه مش قوة الله بالكامل مستخدمة معانا وإلا حالنا كان يبقى غير ولا إلا خدمتنا كانت تبقى غير وإلا النفوس كانت تبقى بالملايين جاية إلى الحظيرة وراجعة إلى الرب لكن في حاجة مش مظبوطة في حاجة في حاجة ضيعة في حاجة مفقودة في النص احنا محتاجين نتعلمها ونعرفها الله بيستأمننا نعم بيستأمننا ده قصده ده غرضه ده هدفه ده شوق قلبه زي ما شوق قلب الله انه الجميع مالهم يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون لكن مش الجميع بيخلصوا ولا الجميع إلى معرفة الحق بيقبلوا العب مش عند الرب ولا النقصان آتي من السيد حاشة له لكن فيه نقصان آتي من الناس واستجابتهم لعمل النعمة بنفس الشيء وبنفس الفكرة رب بيوضح لنا انه أنا أريد أن أعطيكم وأعطيتكم هذا السلطان لكن إزاي نستخدم هذا السلطان من ناحية تانية الجواب لا الله ما بيعطيش لأجل شيء واحد لأنه احنا مرات ما بنفهمش ولا نستوعب ولا نقدر أن نعيش في فهم وممارسة هذه القوة المتاحة لنا لو أنا عندي المثل ده قديم ومعروف للكل بس لسه حي ولسه فعال لو عندي سكينة ما قدرش أحطها في أدين ابني والطفل الصغير عنده سنة أو سنتين ليه؟ لأنه هذه القوة اللي ممكن يقطع بيها مش يعرف يستخدمها ممكن يأذي نفسه بيها إحنا بديمسك أولادنا حبيبي ما تمسكش الكابريت أوعى لحسن تولع في نار لحسن يحصل لك حاجة مع أنه لو كبر شوية بيتعلم إزاي يمسك بالكابريت وإزاي أنه يستخدمه صح كل القوة والبركات عطايا الله صالحة هو أبي الأنوار الذي ليس عنده تغيير ولا ظل ضوانار كل عطية صالحة كل موهبة تامة نازلة من فوق من عنده بيقول كده يعقوب الأصحاح الأول لكن مع كل عطايا الجيدة مع كل عطايا الله الصالحة الله بيحجب قوته سلطانه عن أبناء وبناته ومش لأنه مش عايز يديهم لأنهم مش فاهمين ولا مستعدين ولا في قبلية لاستخدام هذه القوة والسلطان لأنهم لابد أن يكونوا أواني مقدسة نافعة للسيد مستعدة لكل عمل صالح أنا معرفش أنت عايش فين وإنت عايشة فين أو في أي مكان لكن الأمر بقى في كل البلاد النهاردة وفي كل أماكن العالم دي حاجات بيسموها بطاقة اقتمان بطاقة الاقتمان credit card بالانجليزي بطاقة الاقتمان دي أنا أنا عندي علاقة مع بنك هذا البنك أنا بحط فيه أموال البنك ده بيثق فيه عارف أن أنا عندي مقدار من المال متشال عنده أو عندي وظيفة تقدر تغطيني وقت الاحتياج وبهذا البطاقة بطاقة الاقتمان البنك ده بيديني صلاحية ألف ألف ثلاثة أربعة على حسب ثقة فيها وعلى حسب مقدار المال والوفرة والممتلكات اللي عندي اللي بتعطيني قدرة أنه بهذه البطاقة في أي مكان في العالم أستطيع أني أشتري أستطيع أني أخذ بضاعة أستطيع أني أستخدمها في أكل في شرب وأعطي هذه البطاقة السقة موجودة مش فيها السقة موجودة في البنك اللي أعطاني هذه البطاقة واللي معروف لدى جميع الناس لدى كل المحلات والشركات اللي أنا بتعامل معاهم وبسبب سقتهم في الشركة اللي وراء هذه البطاقة بيلاءوا لما يمرروا هذا الكرت أنه فيه رصيد من المال محدود ليا في هذه البطاقة مش كل البطاقة زي بعض كل بطاقة محددة بمبلغ معين وهذا المبلغ المعين هو علاقة قائمة مبيني ومبين المؤسسة البنكية أو المالية اللي أنا بتعامل معاها واللي بتديني صلاحية أني أتعامل على جزء معين من المال وعلى قد مقدار السقة وعلى قد مقدار الثروة وعلى قد مقدار القوة المتاحة ليا عند هذا البنك بيعطيني قابلية أخرى أني أتعامل على جزء أكبر من المال هل الأمر واضح لك؟ الأمر واضح بنفس الشيء بيني وبين الرب الرب بيقول بمثل وأكتر من مرة بيكررها بأنه كنت أمينا في القليل أعمليه أقيمك على الكثير لما كان عندك نعمة وكنت بتستجيب مع القدرة والقوة اللي ادتها لك وكنت أمين لها الآن أنا امتحنت قلبك ولجيتك أنك بتخفني وبسبب خوفك لي أنت مستعد أنك تتحمل المزيد مستعد أنك تتحمل أنا اختبرتك في قيادة حطيتك في موقف حطيتك في موضع وقلت لك النهاردة أنت هتشتغل في الحتة دي يمكن مكان وضيع لناس كتيرة لكن أنت قبلت بفرح أنت أخدت قلت رب أشكرك أنك حسبتني أهل أني أخدمك في الحتة دي يا رب محدش شايفني محدش يعرفني محدش مهتم بي محدش سامع بي لكن أنا حكون أمين ليه كرب اللي انت حتدهوني أنا حعمله ولما عملته وتممته عارف رب يقول ليه خلاص أنا اختبرت قلبك وعرفت الامتحان دلوقتي حغير لك بطاقة الاقتمان أنا خدت بطاقة الاقتمان مبارح كان مجرد فيها أنك تقدر تصلي كان مجرد فيها أنك تقدر تعمل أعمال بسيطة لأنك كنت أمين في اللي ندتهو لك أنا سأقيمك على الأكتر منه دي قوة قاتية من عند الله يا جماعة قوة الله مش تعويزة ومش قوة الله أنا أصلي أب اديني قوة احنا بنصلي مرة أعطينا قوة عشان عيننا تتفتح ويفتح لنا سكة أن احنا نيجي يا جماعة الحياة مع الله عملية عملية دورة بنعيش فيها مش مجرد مش مجرد شو بيكلو بيكل لا 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 الرب مش كده الرب بيمشي معنا خطوة بخطوة الرب بيدينا على قدر الطاقة وعلى قدر الاستعاب يحنى المعمدان أدرك السر زمن طويل مضى وقال أنه ينبغي أن زاكة يزيد وأني أنا أنقص على قد نقصاني على قد ما هو يزيد في علاقة طردية هنا وعلى قد نقصاني أنا على قد ما مجده يزيد فيه على قد ما قوتي تنقص وأسلم جسدي ونفسي لي في كل يوم على قد ما قوته ونعمته تزداد في حياتي يوم بعد يوم ده اللي بتقوله كلمة الله ولو أنت مش أمين في اللي عندك كلمة الله بتقول أنه حيتخذ اللي عندك ويعطى للي عنده الكثير ليه 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 ربنا ياخد من الأوليل ويديه للكتير ده مسأل الوزنات المسأل بسيط جدا أنه هذا الشخص اللي كان عنده خمس وزنات عرف يستخدم القوة المتاحة والسلطان اللي معطى ليه ويربح قدامهم خمس وزنات أنا اللي عندي وزنة واحدة ما عملتش بيها ولا حاجة رحت طمرتها في الأرض ودفنتها عندها ربنا بيبحث عن الاستثمار في الملكوت عايزنا يكون لنا صمر وبيقول ده اللي أخد الخمس وزنات تعب وكد وسهر وراح وجه وعمل اتصالات عديدة عمل كل شيء لكي يربح خمس وزنات أخرى لكن أنت اللي كان عندك وزنة ما عمدتش فيها حاجة وأنا حاخد منك الوزنة وديها للي عنده الخمس وزنات ده السر من أسرار ملكوت السماوات عشان كده ما ينفعش أنك تفضل حاطة إيديك على خدك وتفضل نايم ما بتعملش حاجة وتقول يا رب ما بتستخدمنيش زي فلان وما بتستخدمنيش زي علان ليه ما بتعملش معايا كده أكيد ما عنديش إيمان أكيد دولا أحسن مني أكيد دولا أفضل مني أكيد أنت بتحب دولا أكتر مني الله بيحبني وبيحبك تخدم في داخل حياتنا وأنا بقول لك النهر ده محتاج تغير بطاقة الاعتمام بتاعتك محتاج تغير نسبة القدرة اللي ربنا بيدها لك في حياتك اعرف الكلام اللي أنا هقولهولك دلوقتي مش تحطه حلقة فودانك لكن بصلي أن يكون قدام عينيك يصلي يكون داخل قلبك اللي بيتفهم وبيتعرف أن الله عنده قوة عظيمة عايز يستخدمني ويستخدمك بيها لكن أنا وإنت علينا نفسح لله مجال علينا أن احنا نعطيه مساحة اللي فيها الله يقدر يتعامل جوه قلبنا وجوه حياتنا جوه أعمقنا جوه انفسنا جوه استعدادنا للطاعة واستعدادنا للخضوع واستعدادنا لتحمل المسئولية استعدادنا لحمل الصليب وأن احنا نمشي معاه في كل يوم إن أراد أحد أن يأتي وراء إن أراد أحد أن يتبعني فلينكر نفسه نمرة واحد ويحمل صليبه في كل يوم ويتبعني لو عندك استعداد إنك تنكر نفسك لو عندك استعداد إنك تحمل صليبك أي إنك تموت في كل يوم تعال اتبعه وهو حيديك نعمة وحيديك فهم الله عنده ولاد وبنات كتار جدا 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 نشكر رب لكن المستخدمين منهم قلة وقلة وقلة والسبب بسيط جدا زي ربنا يدور إنه يقدر يسق فيك دي النقطة الأولى اللي عايز أقولها لك النهر دا الموضوع مش مجرد إيمان فقط ولا حق كتابي فقط لكن الموضوع هو أن يكون عندي استنارة بالروح القدس عن القوة اللي عند الرب وعايز يمنح علينا هاللويا هاللويا إمتى ربنا يستودعنا أمانة إمتى ربنا يغير بطاقة الاعتمان الكريدت كارد بحاجة أكبر وبرصيد أوفر من اللي فات نمرة واحد لما نثبت في محبة الرب اسمعني كويس قوي لما نثبت في محبة الرب الله يستوكلنا أو يوكلنا على استخدام اللي لي لما الأمر بيتطلب علاقة ثقة ما بيننا وبينهم بيتطلب علاقة محبة علاقة فيها بنحب الرب من كل قلوبنا يعني بطاقة الاعتمان دي بتاعتي خلاص ملك خاص ليا تفتكر أنا اديها المين أنا اديها المين قادر اديها لزوجتي ليه لأن دي شريكة حياتي وامرأة عهدي فأنا بحبها وأثق فيها فأعطيها بطاقة الاعتمان تستخدم وتسحب من مالي لأني عندي ثقة فيها قادر اديها لبنتي أو لابني لكن اديها له بمستوى معين بطاقة الاعتمان تكون وليلة ليلة لأنه على أدر سنه وعلى قدرته على الاستيعاب والمسئولية أدي له حاجة أقل لكن اللي لي علاقة قريبة جدا بي يا أستطيع أني أستأمنه ممكن أكتب شيك لشخص على بياض وأنه حيروح يودعه في أمر لي وأنا متأكد أن هذا الشخص مش هيستخدم هذا الشيك ضدي أو لو سحب منه الرصيد أنا عارف وواثق فيه بالزبط كده الرب بيعمل معايا ومعاك لأن لينا محبة خاصة لي ولأننا قريبين من قلبه يستطيع الله أن يميل ويتحدث إلينا يستطيع الله أن يوكلنا على أسرار ملكوته إن كنا قريبين من قلبه أحبائي ما هي الوصية الأولى والعظمة هذه هي الوصية الأولى والعظمة أن تحب الرب إلهك من كل قلبك من كل فكرك من كل نفسك الوصية اللي فوق كل الوصاية إنه قلبك يكون تجاه الرب إن قلبك يكون متعلق بيه إيه هي محبة الله محبة الله الذي عند وصيائي يحن 14 21 بيقول السيد المسيح الذي عند وصيائي ويحفظها فهو الذي يحبني والذي يحبني يحبه أبي وأنا أحبه وإليه نأتي ونصنع منزلا حب الله الآب هو طاعة الوصية حب الله الآب إني أعيش في مخافة اسمه حب الله إني أعيش في مهابة لهذا القدوس اللي صنع إلي أمور عظمة حبه إن أنا أخدمه بكل ما أتيت من قوة الرب يسوع بيقول له بطرس في يحنى 21 يا سمعان ابنيونة أتحبني يا رب نعم إني أحبك ارعى خرافي يا سمعان ابنيونة أتحبني أكثر من هؤلاء نعم يا رب أحبك ارعى غنمي يا سمعان ابنيونة أتحبني طول كلمة الله فحزنا بطرس لأنه سأله ثالثة وقال يا رب أنت تعلم كل شيء قال له ارعى غنمي أنا بوصيك النهاردة لأنه حبتك ما حبتك إيه دلالتها إنك بتخدمني إنك بتطرع إنك بتهتم محبة الله اللي إحنا النهاردة بنقول عليها بيقول السيد المسيح شيء عن نفسه رائع في يحنى صحاح 15 بيقول السيد المسيح هذه الكلمات أنا الكرمة الحقيقية وأبي الكرام أنا كرمة العنب وأبي هو الإيه؟ هو الكرام اللي بيهتم بهذه الكرمة كل غصن فيه أنا وإنت إن كنا أغصان فيه لا يأتي بثمر اللي يعمله ينزعه هو بيتأنى بيطول باله لكن أنا وإنت لو ما جبناش بثمر إحنا بنأكل العصارة بنأخذ العصارة بتاعة باقي الأغصان لما عندما لا نأتي بثمر ينزعه كل ما لا يأتي بثمر ينزعه كل ما يأتي بثمر يعمل فيه إيه؟ ينقيه لكي يأتي بثمر أكثر هل أنت قابل إنه الرب يشتغل على حياتك علشان ينقيق؟ إن الآب ييجي علشان يشتغل في أمور في دخلك هنا وهناك يقطع ويمحو ويشيل ويهزب ويقدب؟ إن كنا بنين إن كنا بنين فإحنا بنقبل تأديب الآب إن كنا أبناء حقيقيين نعرف إن لينا أب بيقدبنا أب عايز يحط لنا الحدود أب عايز يشيل الشوائب من حياتنا علشان يملانا بروحه وهو بيقول في القريبين مني أتقدس ولأننا دايبين وقعين في محبته لأننا بنحبه من كل القلب بنقترب إليه بنقترب إلى مصدر النور بنترك الظلمة من خلفنا ونقترب إلى شخص النور الحقيقي اللي جاء إلى العالم في شخصه وفي وجه ربنا يسوع المسيح وأنا بقرب للنور أنا مش خايف من شيء وأنا بقرب من النور بتفتضح الظلمة في حياتي الله بينبهني الله بيذكرني بخطايا بأمور سالفة تحتاج إلى توبة آجي أمام الله وأعتوب آتي أمام الله وأرد المسلوب ليه لأني بحبك يا رب محبتك فوق كل القلب عندما آتي بهذه المحبة بيقول الرب يسوع أنتم الآن أنقيا لسبب الكلام الذي كلمتكم به إثبتوا فيي وأنا فيكم كما أن الغصن لا يقدر أن يأتي بصمر من ذاته إن لم يثبت في الكرمة عارف ليه حياتك مرات ما فيهاش صمر لأنك مستثبت في الكرمة أنت محتاج تثبت حياتك في المسيح محتاج تثبت حياتك على الكلمة محتاج أن يكون لك علاقة ثبتة يومية بينك وبين الله الكلمة بتقول أثبتوا فيي وأنا فيكم كما أن الغصن لا يقدر أن يأتي بصمر من ذاته إن لم يثبت في الكرمة كذلك أنتم أيضا إن لم تثبتوا فيي أنا الكرمة وأنتم الأغصان الذي يثبت فيي وأنا فيه هذا يأتي بصمر كثير ولكنكم بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا بهذا إن ثبتتم فيي عدد سبعة وسبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم الوصيلة اللي ربنا بيحطها قدامنا النهاردة بيقول لابد أن يكون ليك نعمة بمحبة لله الآب وأنا عزا لك يا جماعة أن القوة القوة اللي الله بيحطها هو السلطان الله المعطلين عبارة عن قوة ملفوفة بالمحبة قوة ملفوفة بالمحبة الرسول بولوس بيقول لتلميزة المساوس في تمساوس التانية واحد سبعة لأن الله لم يعطينا روح أيوة الفشل أو روح الخوف ولا أعطانا روح القوة وإيه والمحبة والنصح أعطاني قوة لكن هذه القوة ملفوفة بالمحبة تيجي منين المحبة؟ من قلب الله اللي مكتوب عنه لأن الله محبة كان الله قوة لكن قال لأن الله محبة أن الله قدوس لأن الله نور والله بيقولني وبيقولك النهاردة اقترب إلى مصدر النور اقترب إلى مصدر المحبة على مقدار قربك منه على مقدار جوعك على مقدار عطشك على مقدار ما سوف يعطيك من أسرار ملكوت السماوات إنها تكون في حياتك حبي أنا مش عايز أخش للنقطة اللي بعدها لكن نفسي آقف النهاردة قدام النقطة دي أنت فين من محبته أنت فين من محبته إن سبت في هذه المحبة تطلب ما تريد فيكون ليك إن سبت في محبة الله الكاملة اللي كنا بنهلل ونفرح بيها وإحنا بنقراها في الحلقة اللي فاتت في رمية 8 إنه ما من شيء يفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع إن لم يفصلك شيء عن محبة الله في المسيح يسوع إيه رد فعلك للحب كم واحد مننا مش حاسس إن الله بيحبه لأنك مش قادر تحب نفسك مش قادر تحب غيرك وأنا عايز أقول لك النهاردة إنه ما فيش حد ما فيش حد يقدر يديك حب زي ده ما فيش حب أعظم من كده أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه وإيه دلالة الحب إنه مات لأجلي والأجلك ولأنه مات لأجلنا علشان ينجينا من الهلاك ومن الجحيم وعشان يكون لنا حياة أبدية وعشان نعيش في هذا الزمان شهود ليه وعشان نكون بنين وبنات لأبينا ده شيء عظيم وخبر طيب لكن عليك إنك تستطعمه من جديد أحبائي العالم حط فينا والشرير وضع فينا بزرى للرفض منذ الصغر بإني مرفوض بإني مش محبوب بإني محدش مهتم بي بإن الله لا يلبي طلباتي أنا وإنت مش عايشين عشان الله يلبي طلباتنا إحنا عايشين علشان إحنا نلبي طلباته احنا اللي عايشين ليه مش هو اللي عايش لينا افهمها صحة من فضلك افهمها بطريقة صحيحة افهمها بطريقة كتابية مش هو اللي موجود لأجلنا احنا اللي موجودين لأجله لغاية انت حتتعامل مع الرب انه هو بس اللي بيسددلك الاحتياج هو بس اللي بيشفيلك مرضك هو بس اللي بينجحلك ولادك وبينجحلك بناتك هو بس اللي بيفتحلك باب ويديلك وظيفة هو اللي بيحامي عنك الله مش ده بس لكن الله أعظم من ذلك بكتير الحب الكامل اللي ليه وليك الحب اللي وضعه جوه قلوبنا إنه أنا مستعد إني أموت لأجلك أنا مستعد إني أضطهد لأجلك أنا مستعد أفعل أي شيء لأجلك عشان حاجة واحدة لأنني عارف قد إيه أنت حبتني أنا عارف قد إيه أنت نجتني أنا عارف قد إيه أنك لم تشفق على ابنك وحيدك لكن بزلتوا لأجلي رمية 38 أحباي محبة الله النهاردة غامرة محبة الله متجددة محبة الله جاية النهاردة بشلالات مياه تيجي على حياتك وعلى قلبك تقولك حاجة واحدة بس أنا قد كده حبيتك أنا قد كده حبيتك أنا قد كده أحسنت إليك أنا قد كده غفرت إليك خطيئك قد كده سطرت ماضيك قد ده حميتك قد كده رفعت وجهك قد كده بحاوط عليك من كل جانب قد كده ميزتك إن خليت روحي فيك ينبهك ويرجعك مرة تاني إليك هي دي محبة الله محبة الله المتفنية محبة الله المفهاش شائبة محبة الله النقية على الدوام حب الله ليه يوليك النهاردة محتاج استجابة جديدة محتاج قلب إنه يجي يقول له رب أنا مقدر محبتك لو سبت في محبته حيديك قوة وحيديك نعمة وسلطان علشان تستخدمها حولك مرة تاني ليه ربنا ما بيديناش القوة المتاحة في شخص المسيح لأنه بيدور على ناس يستأمنها ناس أمين لله ناس أمينة وبيعيشوا في مخافة اسمه لو أنا وانت محتاجين إلى قوة زائدة وإلى فيض ومزيد من عمل القوة إن يكون في حياتنا محتاج إلى علاقة حميمة بيني وبين الرب محتاج إنه في كل أمره صغير أنا بتكل على إلهي محتاج إني أفتح شفتي في كل وقت أسبحه وأعظمه وأمجد اسمه لأجل الصنيعه في حياته وفي حياة العالم وكثيرين من حولي أنا وانت محتاجين النهاردة أن أفتح شفتي يقول له رب أحبك يا رب يا قوتي داود ويف في مصمور 118 وقال أحبك يا رب يا قوتي انت بتدور على القوة لازم القوة تبتدي بالحب لو انت بتدور على قوة للشفاء وقوة الاستخدام وقوة أنك تكون ظاهر وقوة أن يكون الله بيستخدمك الله مش بيدور على خدام الله مش بيدور على ناس عايزين يعملوا يظهروا قدام الجميع لكن الله بيدور على ناس بيحبوه وقعين في حبه مخلصين ليه من كل القلب لو لأ الناس دي لو لأ النوعية دي من الناس الكلمة بتقول أنه سيعلن ليهم أسراره سيعلن ليهم ما في داخل قلبه حيقول لهم عايز يعملين نهاردة يعمل ايه في الأرض يعمل ايه في المجتمع المحيط بيك يعمل ايه مع جرانك يعمل ايه مع أولادك يعمل ايه مع الناس اللي انت بتعمل معهم يعمل ايه في كل حاجة من حولك لكن هو منتظر قلب يأتي يخش إلى المخادع قلبي ييجي يطلبه من كل القلبة إن طلبنا وجهه سيعود ويطرى ألينا بيقوله داود هذه الكلمات قلت طلبه وجهي وجهك يا رب أطلب هتطلب وجه الرب ولا هتطلب إيد الرب على الدوام احنا بنطلب إيده اعمللي سويلي مد إيديك بالقوة لكن الرب بيقول إيدي لم تمتد إن لم ترى وجهي أولا إيدي لم تمتد إن لم تطلب وجهي أولا إن لم تطلب هذه العلاقة الحميمة إنك تراني في كل أمر من أمور حياتك أحبائي دعوة الله واضحة ودعوة الله النهاردة مفتوحة للجميع تعالى واقترب إلى هذه المحبة تعالى اثبت في المحبة عشان الله يقدر يستأمنك عشان الله يقدر يعطيك بطاقة اقتمان جديدة برصيد جديد من القوة برصيد من النعمة برصيد من المحبة يثبت في حياتك إنت محتاج النهاردة إنك تفهم المبدأ إنت محتاج النهاردة إنك تستوعب الكلمة اللي بيقولها الروح القدس ليه وليك انه عند الله نعمة مضافة وقوة جديدة لكن بيدور على ناس يقدر يستأمنهم بمحبة جديدة يكونوا ليهم انا بصلي نهارده انك تكون واحد من الناس دولة الليقول يا رب علمني اني احبك علمني احبك يا رب علمني احبك وانا عايز اشهد عن محبتك واعلم محبتك وحبي ليك يا رب دللته اني بطيعك النهارده دللته اني بخاف اسمك دللته اني جاي يا رب بقولك انك انت تستحق العشق تستحق الغرام تستحق القلب اني يدوب عندك يا رب تستحق ان انا اعرفك وانا ديك اللي اعطيتني روحك اني اصرخ ليك وقول ابا واني اقول بابا واني اقول بقلبه بسيط انك انت ابويا علمني النهارده اني اثبت في محبتك اشكرك يا رب من كل القلب لانك جيت عشان تربطنا لك بعلاقة محبة اشكرك لانك جيت عشان تقول لنا دليل محبة هكذا احب الله العالم الله بدل ابن الوحيد عشان يقول كلمة واحدة لنا انا بحبك انا بحبك والرب جاي يقول للنهارده اللي شعرين بالرب واللي حسين بالاساوة واللي محدش بيقدرهم ولا محدش بيحترمهم ولا محدش بيقدر اللي هم بيعملوه الله بيقول لك انا قدرتك وحبيتك في الصليب ما فيش حاجة تاني تقدر تعوضك عن هذا الحب انت مش محتاج لشيء اكتر من ده انك تلاقي نفسك وتلاقي قلبك وتلاقي ايمانك وثقتك ويقينك في محبة الله المعلنة في شخص يسوع المسيح تعالى الرب اقول له النهارده يا رب سبتني في محبتك سبتني في محبتك يا رب علمني ازاي احبك يا رب انا ما عرفش لكن بقرب لك اليوم هو بقول لك علمني ازاي احبك علمني اكون امين في القليل اللي بين ايدي يا رب الى ان ارى الكثير اللي بين ايديك علمنا رب مبدأ الملكوت اني اكون امين في القليل وأنت تقمني على الكثير تعالى النهاردة رب تثبتني في محبتك وديني أكون إنسان أمين وإنسانة أمينة ليك تقدر تسق فيها أنك تستودعني قوتك وتستودعني سلطانك لأجل تتميم العمل وتتميم المهمة والرسلية اللي أنت داعتني فيها بطلبك بقلب صادق يا رب بطلبك بقلب صادق وبيقين النهاردة وعارف أنك بتسمع وبتستجيب ليك كل مجد يا رب اطلب الرب النهاردة اطلب محبة الرب في حياتك ارجع للمكتوب افتح كلمة الله وإراها وقول رب علمني من كلامك أنا عايز أثبت في الكلمة يا رب أنا عايز أثبت في محبتك عشان أعرف إزاي تستخدمني والزمن اللي فات من عمري يكفي إن أكون ضيعته والزمن اللي جاي هو دا الزمن اللي أنا عايز أشوف فيه تعويضك وأنا جاي بقلبي منتظر قوتك ومنتظر تعويضك إلى أن ألقاكم في حلقة قادمة قوة ونعمة الرب تكون مع جميعكم قد جاءت أيام الحصاني لنجمع ونحصد حكوم الضربة تغطي الأمم أما علينا فيشركوا نور قوة ذاك ينكب السماء يشركوا كالشمس ترجمة نانسي قنقر قوة ذاك ترجمة نانسي قنقر قوة ذاك ترجمة نانسي قنقر قوة ذاك ترجمة نانسي قنقر